إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته يقول الله سبحانه وتعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعروا ما معنى قوله حتى عفوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء حتى عفوا أي حتى كثروا حتى كثروا يقال عفى القوم أي كثروا وفسرها قتادة حتى عفوا أي حتى سروا من السرور ولعله أراد أنهم كثروا فأصابهم السرور لكثرتهم وإلا فليس من دلالات كلمة عفى في اللغة أي أصابه السرور وإنما حتى عفوا هنا بمعنى حتى كثروا وزاد عددهم فلما عفوا وزاد عددهم وظنوا أن هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لهم أخذهم الله بغتة وأهلكهم هلاكا عاما فإذا حتى عفوا أي حتى كثروا وكثر عددهم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر